كانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قد انطلقت اليوم بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الاهلي والشخصيات العامة والخبراء هذا وأكد المنصق العام للحوار الوطني ضيار شوان أن جلسة الافتتاحية مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية وذلك لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجرية الحوار وأنه لا يوجد خط أحمر سوى الدستور والقانون لا توجد قوة سياسية واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة ولا جمعية أهلية واحدة ولا تيارا شبابيا أو حزبيا معلن أو غير معلن لم يشارك في الحوار داخل مصر لا يوجد فرض واحد داخل هذه التيارات أعلن رفضه للحوار نعم هناك أصوات فردية تتحفظ على الحوار بعضها يشك فيه لكن على مستوى الكيانات السياسية والاجتماعية والنقابية والمهنية الجميع يشارك في الحوار وهذه أيضا المرة الأولى التي يتحقق فيها هذا الأمر الثاني أن كل القضايا كما أشار التقرير الذي رأيتمه كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة لكنها قضايا المجتمع قضايا بناء الدولة الدولة التي أسماها الرئيس السيسي الآن الدولة الديمقراطية الحديثة